نروح لتصرحات ما بعد مباراة طلاع الجيش والزمالك أمير مرتضى منصور المشرف على الكرب نادي الزمالك قال زكري الوردي بيعاني من أزمة نفسية كبيرة وحالة اكتئاب بسبب شعوره أنه سبب خسارة مباراة السوبر وطلب الرحيل لكن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي سيعلن مصيره بنفسه لكنه في الوقت الحالي خارج الحسابات وقال كمان أن الفريق واجه سوء حظ في المباراة السابقة والفوز على طلاع الجيش مهم جدا لنا في الدوري ونتيجة مباراة اليوم منحيتنا الثقة وأحمد فتوح شارك بعد فترة غياب للإصابة وظهر بصورة جيدة كما قدم محمد عبدالغاني مباراة جيدة في الوقت اللي شارك فيه وحصل يوسف حسن على فرصة مع الفريق والمباراة اللي جاية هتشهد تواجد نبيل عماد دونجا وشكبالة بعد تعافيهم من الإصابة في حين غاب عمر جابر عن لقاء اليوم للإصابة بكتبة أعلى الرجبة بينما غاب سيف الدين الجزيري للحصول على أجازة